أهلا بكم في فارق بين الأمراض والعادات المرض زي السكر والضغط سبب واضح ومباشر تصلب الشرعين خلل الغدد الغدد رقية تحديدا دي سبب مباشر للضعف الجنسي تهاب الأعصاب حوادث ديسك برولابس بارابليجيا اللي هي شئلة النصفي دي أسباب مباشرة للضعف الجنسي المرض بيعمل ضعف الجنسي لكن العادات شيء مختلف أول العادات التي تلام في أنها بتعمل ضعف الجنسي هي رقم واحد قلة ممارسة الجنس قلة ممارسة العلاقة الزوجية الموضوع طبعا قلة ممارسة العلاقة الزوجية هم حطوا برامتر أنه على الأقل مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع ده طبيعي أكتر من كده مرتين ثلاثة في الأسبوع ده أفضل لكن أقل من مرة في الأسبوع يعتبر تقليل يأثر يأثر الحاجة التانية التدخين التدخين خطير جدا أنا في رأيي التدخين مرض يعني مش عادة يرتقي إلى موضوع المرض لأن التدخين تأثيره على الأوعاية الدموية خطير جدا يعني يدية الأوعاية الدموية ده ممكن يعمل مرض فيه مرض اسمه بيرجر يعني يأثر على الأوعاية الدموية في الطرف السفلي كله لدرجة أنه الرجل قد تصل إلى مرحلة الغرغرينة مع تدخين فبالتأكيد هيأثر على الأواعي الدموية في الجسم والعضو الزاكري سيكون من أوائل المتأثرين حاجة التالتة عدم ممارسة الرياضة اللي مايلعبش الرياضة ماشي جاري أي نوع من أنواع الرياضة هيعرض نفسه المشاكل كبيرة جدا في الأداء الجنسي الحاجة الرابعة الأكل الفاست فود بهرموناته بكوليستروله بدهونه قلة النوم والكلام للزوجات ما أنت جوزك لازم تديله فرصة أنه ينام كويس الولاد البيت مش مؤهية للنوم اللي الراجل مش عارف ينام ييجي ينام تقول له أنا عايزي أعود أتكلم معاك معرفش ينام كويس هيتقصر جنسيها حاجة الغريبة بقى لقوا أن كثرت مشاهدة التلفزيون والجديدة كثرت الإقبال على السوشيال ميديا أن أنت قاعد فاتح الموبايل عملت تفرج على صور وعملت تفرج على حاجات في السوشيال ميديا وتيك توك الحاجات دي كلها سبتة علميا أنها تؤثر على القدرة الجنسية التهابات اللاسة غريبة ده مرض بقى ده مش عادات التهابات اللاسة تؤدي إلى التهابات في الجسم كله وبالتالي انقباض في الأوعية الدموية على طول مواد التهابية كتير منها بتعمل انقباض في الأوعية الدموية بتاعة العظم الزكري آخر حاجة غريبة جدا أنك ممكن تشرب قهوة القهوة قليلها مفيد جدا كثيرها مضر جدا القهوة لازم تتشرب مرة في اليوم بس مرة في اليوم بس تقولي مش بحب أشرب قهوة لا أشرب بس مرة في اليوم لكن تشرب 3-4-5 مرات في اليوم ضغطك هيبدأ يعلم ضربات قلبك هتزيد وإحنا عارفين القاعدة الأسية في الطب يا جماعة ضربات القلب تزيد يقولك إيه تتناسب تناسبا عكسيا مع الحياة لازم القلب ضرباته تقل فالقهوة قليلها مفيد واحد فنجان قهوة في اليوم بس كثيرها مضر جدا تعالوا نعيش مع الضعف الجنسي حلول الضعف الجنسي ندخل بقى في معمعة المشكلة اجتماعيا نفسيا طبيا مع القمة العلمية الكبيرة والاسم القدير المتميز للغاية في عالم أمراض الزكورة والضعف الجنسي اللي بسعد جدا بوجوده معنا الرائد القدير لهذا المجال الأستاذ الدكتور ياسر الشيخ اللواء طبيب بالهيئات الطبية بالقوات المسلحة والأستاذ ورئيس قسم المسالك البولية وزميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية الاسم الكبير أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك الفارق كبير بين إنه إنسان يتعرض إلى عامل أو عادات وبين أسباب بس قبل ما ندخل على الأسباب والعادات إيه المخصوط بالضعف الجنسي أساسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق ذكر وأنسى ويمكن بسم الله الرحمن الرحيم نقول إيه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرقكم فيه ليس كمثله شيء فبحانه فعمل السما وعمل أرض بس دور ما بيجوزوش ما بيخلفوش لما عمل بني أدمين يتجوزو ويخلفو أنعام تتجوز بقرة تتجوز ويخلفو ويعملو الشجر فيه زكر وأنسى بيخلف الجماد مخوش البني أدم لما حب سبحانه وتعالى يعني سبحانه الله يعني يعني يعمل حاجة قال لك أما نعمل بقى دومي ونعمل مش عارف بني أدم صناعي ونعمل مش عارف إيه التغريف دي إيه تخريف مش تخريف هو أمل وراح واحد يتجوز اللي هي مش عارف تخريف وراح يتجوز الدمية اللي عمولة اللي بتتحرك وبتاعها وبقى شكلها بني أدم وشكلها هل لها القدرة على التفكير أه بيحطوا فيها برامج عشان تفكر وتتكلف بس في الآخر هل لها القدرة على الإنجاب لا ملهاش لأن دي من عند الله سبحانه وتعالى فطب إحنا زي يحصل هذا الإنجاب أن يكون فيه علاقة من ذكر وأنثى وربما سبحانه وتعالى حدد العلاقة فبني أدمين لها لها لازم يحصل هذه العلاقة كونتوا علاقة صوية من الزواج أما في الكائنات الأخرى من الأنعام بلها شعر بهايم فهذه الفطرة التي فطل الله ناس عليه سبحانه وتعالى فطل الله التي فطل ناس عليه لا تبديل الخلق الله فطرنا علشان يحصل ذكر وأنثى يطلقوا ليه الإنجاب لما بتحصل مشكلة في هذا الطلاقي مشكلة عويصة إما مشكلة في العلاقة الحميمة أو مشكلة فيما بعد العلاقة الحميمة ما يحصلش إنجاب أوا 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 طيب المشكلة اللي بتحصل في العلاقة الحميمة إما تكون مشكلة عند الذكر إما تكون مشكلة عند الأنثى مشكلة الذكورة ودي من المشاكل العويصة جدا لليحة دائما نقول إن البني آدم ليه حاجات فيسيولوجية طبيعية لازم يفلفلت أو لازم علشان يعيش لازم يأكل لازم يشرب لازم يمارس الكنس بس برجوليشن الرب يسميحوط على حطه مش مش إحنا مش زي الأنعام مش دار بهاي أي حد معايحة لا مش كده لا في برجوليشن يبقى لازم فيه جواز طيب لما بيحصل جواز يبقى لازم يحصل ممارسة صدنا طلاقة فطر الله لا تفطر الناس عليها لو في مشكلة مش أن نتكلم عن السيدات لأن السيدات ده مع المرأة نفسنا لما يكون في مشكلة عند الرجل بس في ما يقابل ضعف الجنسي في الرجل هناك ما يسمى بالبرود عند المرأة دي حقيقة البرود هو المرض الذي يصيب المرأة بالضعف الجنسي أو هو التعبير العلمي للضعف الجنسي عند المرأة دي حقيقة وده موجود وطبعا علاجه مع أسزتنا وحبيبنا في أمراض النساء وبياخدوا أدوية وبيتعاجوا وخيسة إنما مشكلة السيدات لا تقارن بمشكلة الزكور عند الرجل عند الرجل عندما تضعف الجنسي الضعف الجنسي ده مشكلة ليه؟ معزرة يعني لو ما فيش انتصاب ما فيش جماعة انتهى العلاقة انتهت الهدف الأسمى من الزواج هو العلاقة الحميمة ليه؟ عشان يحصل إنجاب طب لو أنا ما فيش انتصاب مشكلة 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 للطرفية مش الستة بس لأن الستة طبعا ما تتأثر لأن هي أنا متجوزة ليه؟ متجوزة علشان يحصل ممارسة ويحصل إنجاب بسمتها بحياتي ده نوع ما أنا معل زي ما أنا باكل بلأ أنا بسمتها على ما باكل بشرب حاجة بسمتها بالشرب فده نوع ربيز بحياتها تعالفها خلينا كده طيب الرجل ما عندوش مشكلة لا عندو مشكلة الزكورة دي أساسي من أساسيات الرجولة لو ما فيش انتصاب لما بيجي العيان ويجي بيشتكي إن عندو هذه المشكلة معزرة بيحس إن هو مكسور يعني أنا أذكر مرة سيدة فاضلة يعني جات للعيادة وبتقول لي أنا عندي مشكلة كذا 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 وبتاع وعندي حرقان في البول وبتاع كان لسه متجوزة كامل كامل إيه المشكلة عندي حرقان بقول لها طب أنت متجوزة من إبدا بتقول لي متجوزة وقالي ثلاثة أسابيع وجاي معها وليتها يعني فإذا بخائز يمكن علشان حصل قالتني ما حصلش هو اللي ما حصلش قلت لي ما حصلش حاجة ما حصلش ليه هي أصلا جاية تتكلم على الموضوع ده بس مكسوفة فبتجيبها بالناحية تانية ما حصلش هو مفيش هو عنده كم سنة عنده 25 سنة 25 سنة مفيش يعني إيه قلت لي مفيش طب هاتهولي جي تاني يوم وبتاع قعدنا معاه وتكلمنا وبتاع هو من الشخصيات المتوترة شوية وده اللي احنا بيقول عليه سايكيك إموتانس اللي هو عنده حالة نفسية متوتر جدا قعد معصابه قعد مش عارف إيه وده يقوله ده ده مش عارف فلان جي جاوب ده ما حصلش انتصابه ده مش عارف فهو أصلا داخل خايف فالخوف اللي هو وحده مرض الخوف مرض فلما عادنا معاه وفهمناه وبتاع طيب طيب مهم عملنا له اختبار الانتصاب بسي الفل سايكيك خالي شوية أدوية بتاع قولي بعد وسبوعين زي الفل والديني مش كويش عدى عقبت السايكولوجيا كاصر الايه السيركل الفيجر السيركل هو ماشي فيه هاني مون ايمبوتس ودي من الحاجات الشهيرة جدا طبعا من ضمن الحاجات التانية ممكن تؤثر على الشباب او على الرجال الكبار زي ما قلت السكر والضغط والقلب والامرض العصبية واختر حاجة السكر طبعا السكر ده وما ادراكه من السكر هو رقم واحد بيكتب هو أول مرض يكتب بعدين السكر بيعمل ضعف جنسي بتلات طرق ده عشرين طريق هو تلات طرق اللي هم التلات طرق السلاسيكي العصاب العصاب دموية والأعصاب والنفسي والنفسي وكمان ممكن يعمل شوية تسريب وريدي وممكن يعمل تلاتيبات وممكن يعمل التهبات انا جال هنشوفت مريض سكر ومهمل ومهمل معزرة يعني من كتر السكر وإهماله حصل أمبيوتيشن يعني قطع في رجليه وكل حاجة وجالي عنده تسمى في الدم نتيجة غير غيرينة في القضيب من السكر عالي جدا ما عملاش عملية ما عاليش حاجة واضطرنا ساعتها نقطع نشيل جزء جراحي من الهضر العديم وعملنا له تجميل وعليت كل حاجة بس لإنقاذ حياته فأنت بتتكلم في حاجة السكر ده مصيبة صودة لو أهمل لو أهمل لو أهمل لو ما أهملش ومشينا معاه نسان بيبطبيئي جدا كويس بس برضو بيأثر بعد السنوات وخصوصا لونج ديوريشن لونج ديوريشن وخصوصا العينين اللي باشين على الإنسولين بقالهم فترة طويلة فترة طويلة خمس سنين وعشرة سنين وخمس سنين ديوريشن وما زال السكر يؤثر عليهم معه وجود حقا الإنسولين ولكن السكر طبعا في حاجات تانية كتير ده قولته اللي هو القلب والضغط وأدوية الضغط وأدوية الضغط الأدوية الضغط الغير مناسبة غير المناسبة لأنه في أدوية مناسبة ولا تؤثر ولا تؤثر بالعكس في أدوية يعني الكالسي منتشان البلوكر من أعجات اللي بتزود النفاق الدمه في الخضية يعني بالضبط نفضل أن احنا نكتب الكالسي منتشان البلوكر كالدوى عن البيتا بلوكر عن البيتا بلوكر بيور طيب يبقى الضغف الجنسي إيه أسبابه العضوية في الذكر إن في العضو الذكري إحنا عندنا أنسجة إسفنجية يعني لو شفنا تشريح العضو الذكري هنلاقي عبارة عن أنسجة إسفنجية عما زي البلونة بتتنفق بالدم مع الإثارة الجنسية تبدأ لإيه الشرايين تفتح الدم يضخ في الأوعية الدموية تبدأ إحنا شايفين هنا الأنسجة الإسفنجية يمين وشمال دا قطاع دا قطاع في العضو الذكري تحت طبعا مجرى البول إنما اليمين والشمال اللي فوق دول الأنسجة الإسفنجية دول بيبقوا عاملين زي البلونة و بيدخل لهم شرايين مع الإثارة الجنسية هذه الشرايين بتفتح تضخ دم قوي جدا وفي نفس التوقيتة للدم بدخ فيه فيه أوردة اللي بترجع الدم بتقفل يعني إيه زي مثلا إنت بلونة بلونة بتنفخها تتنفخ ماشي بس بلونة لها صمام من الخارج لو فتحت الصمام ده البلونة تفضي عشان تفضي لازم تفتح البلونة فالعضب الزكري ليه شرايين بيدخل الدم ووريد بيخرج الدم بعد أنه بوقع كده الدورة دوية شغالة عادي إنما ساعة الإثارة الجنسية يبدأ الشرايين يفتح قوي يضخ دم بقوة كامدة جدا والأوردة اللي بترجع الدم تقفل يقوم القضيب يحصل الانتصاب يستمر هذا الانتصاب لغا تديه يستمر قد ما يستمر بقى طول ما هو فيه علاقة حميمة وعنده نشاط وبيمارس يستمر 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 حتى يغزف سبحان الله الانتصاب بيحصل بالأعصاب السيمباساتيك سيستم القصف بيحصل بالبرة سيمباساتيك أول ما يحصل قصف السيمباساتيك بينام يقوم الروض بينام ليه لأن الأوردة بتفتح والشرايين بتقفل الدم يرجع تاني على الجسم يحصل الارتخاء انتهى الانتصاب طبعا فيه ناس عندها أصورة قصف والكلام ده هل بيناتكلم هل بيناتكلم على الثانية إنما الانتصاب السليم المفروض أنه يستمر مش أقل من أربع دقائق بوك يزيد بقى عشر دقائق ربع ساعة نصر ساعة whatever according يعني personal variations فيه ناس عندها بتواجد فترة طويلة فيه ناس عندها بتواجد فترة طويلة إنما أقل من أربع دقائق ده حاجة اسمها سرعة قصف وليها أسبابها وليها علاجاتها سرعة القصف واحدة من أسباب ضعف الجنسي ولا مصنفها لأنها مرض مختلف مرض مختلف سرعا فيه انتصاب قوي هو بيمارس يعني فيه ناس بتدخلها في الضعف الجنسي ولكن هو مش ضعف جنسي سولونج إن أنا فيه انتصاب قويس وبيحصل إلاج وبيحصل ممارسة وبيحصل قصف إحنا دايما نقول إمتى يحصل لو حصل ضعف الانتصاب قبل القصف لا ده ضعف إنما حصل قصف وبعدين حصل ارتجاع أو القضيب حصل انكماش بعد القصف يبقى ده سرعة القصف الفرق بينهم هؤلاء يعني فيه عيني يقول لي أنا بتاعم عن الممارسة بيوقف أول مدخل يعني أغذف وينام غير عيني يقول لي ايه بيحصل مدعبة بيحصل انتصاب بيحصل إلاج أول ما أدخل أول ما أبدأ أتحرك ينام أبصى لإيه بيسحب وينام قذفت لا ما قذفتش لا ده ضعف جنسي وفي الغالب يبقى تسريب وريدي بنشخصه قبل ما نبدأ الأشاعة والتحاليل والحاجات بتاعدنا يعني كلمة إننا يحصل الانتماش في العضو الذاكري قبل القصف لا دي مشكلة ننسية إنما بعد القصف دي سرعة القصف وليها ألاجتين الوسالك تشخصية بقى يعني احنا نعلم إنه في خياسات وتحديد لمستوى اندفاع الدم في العضو الذاكري أو في الجسم الكافي وهذه الأجهزة التي تقيس اندفاع الدم أيضا بتقيس تسريب الوريدي تمام وبرضو في نظريات ورق أنا قريته يعني أبحاث كده قالت إنه تسريب الوريدي هو بيبقى نتيجة غالبا إن الوصول الدمه مش كافي فالوريد ما تقفلش بالشكل الجايد هو فيه يعني قوالان كتير قاوي في التسريب الوريدي فيه حاجات إيديو باسك إحنا مش عارفين سببها حاجة غريبة فيه حاجات ميكانيكال يعني إيه؟ دايما فيه بعض الشباب اللي بيمارسوا العدد السرية بعنفي شديد دي حاجات بتعمل مايكرو تيرز في الأنسجة الكافية في الجدار بتاع النسج الكافي التفزي مع واحدة مع واحدة مع واحدة يبدأ يكسر ويحصل تسريب وريدي طيب فيه واحد بيحصل له كسر في القضيب يعني إيه كسر في القضيب؟ وده مرض معروف مش مرض دي حادثة معروفة ومشهورة بتحصل مع الممارسة الجنسية العنيفة ممكن يحصل هذا الكسر في القضيب وساعاتها دي بنعتبرها هو مصل تير هو مصل تير هو تير للورب بتاع الكابيرنوزا الأنسجة السفنجية ليها جدار زي الجلد كده بس جدار ناشف الجدار ده لما يكون العضو منتصب جامد بيكون الجدار ده عامل زي العظم بيكسر بيكسر وأذكر حادث حادثة كان في الغردقة مع سائح ومسوياح كان مع زميلته وحصل فراكشور بينات حصل الكسر والحيناء الحمد لله ودي بتبقى عملية طرقة لازم تتعمل الآن ما نستناش عليه في ناس بتستنى ويحصل الكسر في القضيب ويسيب ويطنش ويقول لك هيروح بعد ويحط هيموكلار ومش هيموكلار لو راح للدكتور صغير هذا الكسر لو تساب بيعمل تسريب وريدي وميحصلش نصب بعد كده تبقى مش كده كبير تمام؟ فاحنا بنتكلم على حاجات لازم ناخد بالنا منها ونعرفها طيب ايه اسباب تانى ضافة جنس؟ دايما قلنا الشوريان يحصل له ديه أسره سكيلوروزيس الوريد يصرب يحصل تلايفات في الأنسجة الكهفية حتى الدم مش قدد يطخل فما يحصلش هذا النظام طيب ازاي نتعامل يعني دلوقتي احنا العيان داخل لنا هنعملوا كل الفحوصات دي هنعمل فحوصات بس الأساسي بنايل دوبليكس هم فيها فحوصات كتير قوي بتدعمل ولكن الصحة والأساسي والسيمبل بنايل دوبليكس هنه زيارة وبنعمل موقات صوتيها القضيب نشوف الشوريان ضخ الدم قدية ونشوف الوريد بيصرب ولا لأ والأنسجة فيها ترايفات ولا لأ بنشخص ومتى ما شخصنا بنعرف ازاي نعارج الشرايين ضيئة بناخد أدوية ونعمل رياضة ونعمل في جهة وناخد أدوية ومنشطة لو الديء ضعيف وحاجة بسيطة بيتعالج ليمش كويس لو الشوريان ضيئ فيه جامد قوي لأ دا احنا دخلنا في موضوع الدعمات ونتكلم علينا لو في عندي ترايف جامد قوي في الأنسجة الكافية وبتاع والأدوية بدأ يكش وبدأ يصغل لأ دا فيها برضو لازم ندخل في موضوع لو العلاج مش جاي من نتيجة طب لو في عندي تسريب وريدي تسريب وريدي تسريب وريدي درجات فيه درجات خفيفة بالعلاج بيمشي ويممكن يتعالج ويأخد أدوية ويبقى تمام سنة سنتين ثلاثة بس هذا التسريب ممكن بعد كده يزيد أو لو العلاج جاي بتسريب وريدي جامد قوي بقى هم الآخر يعني فحتى ما بيسوريا ما بيهمش ساعتها هنالجأ إلى العلاج الجراحي قاله وهو تركيب الدعمات السؤال المهم بقى امتى يكون القرار في العلاج اننا هعمل جراحة تركيب دعمات خلاص انا هدخل جام بيقولوا كده الجي بي اس الطبي وراني ان الطريق كده الطريق ده جراحة وورفة عمليات تركيب دعمات ولما برك الدعمات اختيار الدعمة ما بين الدعمة الصلبة والدعمة الهيدروليكية وتخوف الكثيرين أن الدعمة قد تؤثر على الاستمتاع في العلاقة تمام أو تؤثر على القدرة انجابية تمام اولا يؤثر على القدرة الانجابية دي بالعكس الام بيئه تحمس القدرة الانجابية ان ما فيش انتصاب مفيش الاج وبالتالي ما فيش قصف داخلي وبالتالي ما فيش قد مشщogون ما فيش لا فيه ناس بيبء عندهم ضعف جنسي والست صداة بالعشرين و تراتين سدادة وما فيش انتصاب أصم من يوم ما تجوزوا وبتحمل وخلفت وهي عايشة وخلاص فيه بس كان زمان فيه مع زيرة انجال وما فيش ثقافة إنما اللي إحنا بنعمله ده نعمل على الثقافة الناس تعرف وتعرف أن كل حاجة ليه حالي وثقافة منضبطة ثقافة طبية منضبطة يعني على أسس علمية يعني زي ما كتاب بيقول إحنا بنقول بالضبط وإحنا عايزين أسرة سوية وأسرة معندهاش صيك اموشنز او سيطن بروبلم يعني معندهاش مشكلة نفسية عن درجة وانسيت فالضعامات دي حلت مشاكل رهيبة جدا وإمتى نركب الدعامة لما يكون العيان استوفى كل الشروط الوجب فيه تسريف وليدي جامد الشريان قافل قوي الدم ما بيدقش جوه وخدنا الأدوية وخدنا وعملنا وسوينا وما فيش فائدة العيان بنوع وانت وصلت المرحلة لازم تأكد الدعامة طب إيه أنواع الدعامات يا دكتوري نحن عندنا طبعا الدعامات المارنة والدعامات الهايدروليك اللي هي المنفاخ الدعامات المارنة لا تؤثر ولا الهايدروليك طبعا الدعامات كلها لا تؤثر على الإحساس ولا تؤثر على الإنجاب سلبا ليه؟ ليه؟ لأن الدعامات دي بتركب داخل الأنسجة الإسفنجية ما بتتشلش الأنسجة الإسفنجية نحن نفتح النسج الكافي وبنحط الدعامات جنب الأنسجة الإسفنجية بحيث أنه هو بعد كده لما الدعامة تثبت في مكانها ويبدأ يمارسة أحسن على الممارسة المفقودة يعني أنا أذكر جاي مرة شاب من صعيد كده رب يدروا الصحة عنده 27-27 سنة جاي دفع الكشف ودخالي يا دكور أنا عايز يركب دعامة شفتك في تسجيله وأنا جاي يركب دعامة طب واحدة واحدة أنت إيه المشكلة؟ قال لأ أنا خايف يحصل لضعف جنسي أقول لأ خايف خايف يحصل لضعف جنسي لأ أنت خايف يحصل لضعف جنسي أنت مش فاهم أن فضل الله علينا أن هذا الانتصاب الطبيعي لا يقارن بالدعامة ولكن الدعامة هي علاج نهائي لطفل ونهائي علاج نهائي ومحطة أخيرة في القرامة لمشكلة ملهاش حد غير كده بالضبط لا تستجيب لي دواء لا تستجيب لي شيء خلاص أنا يمشي على الشيء الاستجاب لي البني آدم لأنا عايز الطبيعي أساسا إنما لو فقدت الطبيعي يبقى لازم نلجأ إلى الدعامات لأن أنا دايما أقول إيه؟ طب هي العربية الأوتوماتيك زي العربية المانية ولا؟ لا الطبيعي بتعرب منها الأوتوماتيك مدعبة يحصل نصاب وإيه؟ طب لما حصلش هذا الطبيعي لأ إحنا هنحول هذا البلال من طبيعي لأن حصل مشكلة في الطبيعي ونحوله إلى مانيول إنه هو إما يستخدم الدعامات المرنة يفرد بييده مانيول أو يستخدم حتى الدعامات المنفخ المنفخ برضه مانيول ما هو ينفخها ويفضيها بييده برضه يبقى الفرق بين الطبيعي وبين الدعامات فرق رهيب مش أي حد يركب دعامة أنا لو طبيعي ركب دعامة ليه؟ أو إزاي أفكر أصدر إنها ركبها إنها ماذا يفكر دعامة؟ لما يركب دعامة واحد عنده مشكلة وتحلت بالدعامة يجي يشكر ويسجد لله شكر يقول الحمد لله أنا بقى أنا بقى الطبيعي هو وزوجته أنا جالي مرة عيان بيبكي بقى له ثلاث سنين ما فيش يصاب وجاي بيقول لي أنا الزوجة بتطالب بالطلاق هي تعبت وأنا مش عارف أعمل إيه دوبليكس مفيش انتصاب بص إنت عندك تسليب وريدي شديد وملوش حل جالي الدعامة قال لي عمل للدعامة عمل الدعامة جي بقى هاتيها بشهرين هو وزوجته الحالة النفسية بتاعتهم اتغيرت تماما تبتجالي في حاجة السماء والأرض مفيش يبني أدم رجع طبيعي هنا الدعامة ألماظ مش هنقول دهب لا ده ألماظ رجعت بني آدم فقد المتعة في الحياة والزوجة من كتر الاتعب والنفسية المضمرة طرعا بتطلق لأن الزوج بيحاول وهذه المحاولات بتؤثر عليها سلبة طبعا إحنا زي ما قلنا الدعامات في الدعامة المرنة وفي الدعامة المنفاخة يمكن الأشهر والأكثر والأفضل هي الدعامة المرنة بأمانة ليه؟ عمرها الفتراضي خمستاشر عشرين سنة بتركب دعامة يعني لو بعد عشرين سنة حاصل احنا فيه ناس منركبهم أكثر من عشرين وخفص عشرين سنة وما منشوفهمش وعشرين وزي الفل الدعامة دي يمكن دي الدعامة المرنة اللي هي بتبقى مانوال بنركبها في الأنسجلة السفنجية ممكن تتني ولا يرتبس وضومه ويخرج وعايش ولا كأنه عمل عملية ولما ساعة الممارسة بفضل أضوذ ذاكرة ويمارس وطبيعي جدا وما فيش أي مشكلة الدعامة المنفاخ ممتازة ولكن علشان فيها تكنولوجيا كتيرة زي ما تشايف فيه ريزرفوار وفيه منفاخ وفيه اتنين دعامات يمين وشمال بتركب طبعا في الأنسجلة السفنجية اللي احنا ورناها في الأول هذه الدعامة بتتنفخ وبعد الممارسة وخلص وبتاع بيدوس على العنق المنفاخ صغير يوم المية تمشي من الدعامات للرزرفوار يحصل طبعا علشان فيها تكنولوجيا كتيرة وفيها فالفات كتيرة وفيه سمواجهة هذه الدعامة دايما بنقول بأمانة ربنا العين إن عمرها الافتراضي أربع لخمس سنين ده يعني لو كملت خمس سنين ودي أمانة لازم تتقال للعينين شبه طبيعي بالصبار دومانيوال عمرها الافتراضي أربع خمس سنين والدعامات المارنة عمرها الافتراضي خمس تاشر لأشرين سنة والاثنين طبعا هم تزين الاندبندنت ذكرت أنه الضعف الجنسي في الوقت الحالي في الدراسات الحديثة يؤثر على عدد كبير نسبة كبيرة يعني ذكروا أنه خمسين في المائة من الرجال اللي فيه ثلاثينات من العمر بيعانوا من مشكلة ضعف الجنسي ده بالاندبندنت يعني صحيفة الجزء الطبي فيها موسوق في النقل وده أعتقد أنه تدهور كبير جدا في الصحة الجنسية أنه فيه الثلاثينات نلاقي خمسين في المائة من المصابين في العالم كلام ده كله في العالم ده شيء يدعو الاستغراب والاستعجاب أنا ساعدتي جدا بهذا بس يعني ضعقيبا على كلامك معذرة يعني لما نيجي تبصت للعالم حاجة والدول عندنا كإسلامية حاجة ثانية لأنه إحنا أسجل أنه كنت قاعد مرة مع دكتور برضو صديق من روسيا عندهم فعلا نسبة اللي إنت لو جتها عندنا أنت كل يوم هتعمل لك عشر وعشرين دعامة في اليوم لأن إحنا عندنا نسبة الضعف الجنسي مهولة جدا عشان الخمر أو عشان المقدرات الحاجات دي بتؤثر مية في المية بتؤثر؟ أه بتؤثر وبكلامهم بكلامهم مش بكلام نحن فعلا هذه الحاجات لها تأثير سلبي تماما على الشريين وعلى الأوردة وبتعمل ضعف جنسي أو بتعمل ضعف جنسي وباعترفهم هم وباعترفهم هم نسيت أقول كمان على فكرة أنت فكرتني بحاجة مهمة أول دكتور الخمور من أهم أسباب الضعف الجنسي مية في المية الخمور بكل أنواعها بقى بداية من الخمور قليلة التركيز اللي هو التركيز بتاعها أوليل زي البير مثلا ثم الأعلى ثم الأعلى كل طبعا ما يزيد التركيز كل ما يكون له خطورة أكبر بس التركيز الأوليل برضو خطورته موجودة من المؤكد إن أي حد بيشرب خمور هيجيله ضعف جنسي وإن أي ست بتشرب خمور هيجيلها برود جنسي ده ده شيء مؤكد منتهي ما فيهاش كلام الكار سمعت إنهم يحصل لهم حاجة اسمها تليف كبدي الكوهوليك سيرروزيس تليف كبدي في كاس واحد يوميا كاس واحد يعني عشرين ميلي حاجة بسيطة أقل من كده في الكتاب ده كلام موجود في كتب الطباجة يعني ندرسه للطلبة إنه الكاس الواحد للست يعمل لها تليف كبدي في خلال خمس سنين وفي الراجل يعمل له تليف كبدي في خلال عشر سنين طبعا لو عنده فيدراس بقى أو عنده شيء آخر هيقبل مسألة أسوأ أسوأ ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللابع في عالم أمراض الزكورة الأستاذ الدكتور ياسر الشيخ اللي هو الطبيب بالهيئة الطبية بالقوات المسلحة والأستاذ الرئيس قسم المسالك البولية وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلتر أسعدتنا ساعدة غامرة باز الحوار العلمي الموسوعي ونورت الدكتور عليكم دايما مع الدكتور